السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ظل الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه مرافقا للرسول صلى الله عليه وسلم ويخدمه في بيته لمدة عشر سنوات فرأى أن أكثر دعائه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فمن دعا بمثل هذا الدعاء فقد كسب ومن أم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب أولئك ادعون بهذا الدعاء لهم نصيب جزيل وثواب عظيم فقد جمعوا في دعائهم بين طلب حسنتي الدنيا والآخرة وجمعوا مع دعائهم الأعمال الصالحة والأفعال الطيبة والله سريع الحساب محصن أعمال عباده ومجازيهم بها عالم بما للعباد وما عليهم فلا يحتاج إلى تذكر أو تأمل سئل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كيف يحاسب الله العباد في يوم فأجاب كما يرزقهم في يوم فالله عز وجل لا يشغله شأن عن شأن يحاسب الجميع كنفس واحدة فلنحاسب أنفسنا في الدنيا ونقومها قبل أن نحاسب في الآخرة جزاكم الله خيرا ومن أم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عفاف النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب